جهود دؤبة يتم القيام بها من أجل تدبير مستضام للمياه العادمة محطة المعالجة وشبكة إعادة استعمال المياه العادمة التي تشرف عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش تعد مبادرة ذات أهمية قصوى في مواجهة الإجهاد المائي الذي تعرفه المدينة الحمراء مشروع معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة يهدف إلى سقي المساحات الخضراء وواحات النخيل وأيضا ملاعب القولف الأربعة عشر بالمدينة مع تزويد يبلغ 12 مليون متر مكعب من الماء في السنة موجه لهذه الاستخدامات محطة المعالجة وشبكة إعادة استعمال المياه العادمة هو مشروع طموح محدث تنفيذاً لتوجهات الملكية السامية الرغمية إلى التخفيف من أثر الإجهاد المائي نتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية من أجل ترشيد استعمال هذا المورد الهام فالمحطة تعد نموذجاً يحتذا به بالنسبة لمدن أخرى تواجه تحديات مماثلة تم إبرام اتفاقيات مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لتجنب استخدام المياه الجوفية من أجل سقي المساحات الخضراء المحطة منذ شروعها في الخدمة مكنت من إعادة استعمال ما يقرب من 12 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في السنة لسقي ملعب الجولف وواحات النخيل كما سهمت بشكل ملحوظ في الحفاظ على الموارد من المياه الصالحة للشرب من خلال الحد من استخدامها لأغراض غير ضرورية